ما في حد يسألني بدا مساء الخير، مساء الأفراح، مساء البطولات، مساء الإنجازات، مساء الفل على كل من ينتمي إلى النادي العظيم، النادي الأهل برحب بحضراتكم في يوم جديد وحلقة جديدة من المحترف الحقيقة يعني الواحد سعيد جدا جدا مش أنا أعتقد كل مصر فرحانة، كل جماهير النادي الأهل سعيدة كل من ينتمي إلى هذا الكيان العظيم، الحقيقة كان في منتهى السعادة مبارح بحصول فرقتنا على اللقب 11 أفريقيا الحقيقة الفرحة كبيرة جدا جدا وانتصارات النادي الأهلي على مستوى كل البطولات الحقيقة النادي الأهلي عاز أقول لكم النادي الأهلي السنة دي بس 23 بطولة، 23 بطولة هذا الموسم لكن أبرزها وأغليها هي البطولة الغالية علينا جميعا بطولة أفريق الحقيقة كانت الأجواء قبل المباراة كانت أجواء صعبة جدا لكن الفرحة اللي حضراتكم شايفينها دي هو ده حصاد التعب لمدة أكتر من سنة وحصاد لمجهود كبير جدا وتضحيات كتيرة جدا جدا مرت على اللاعبين قدام حضراتكم الكل فرحان والكل بيرقص والكل سعيد جدا جدا بإسعاد جماهير النادي الأهلي الحقيقة كل اللاعبة اللي موجودة اللي حضراتكم شايفينها بتعبر على كل واحد أهلاوي بتعبر على كل واحد ينتمي إلى النادي الأهلي كلنا كنا فرحانين إنبارح مصر الحقيقة كانت لغاية الساعة 3 صباحا الناس في الشوارع، الناس سعيدة جدا جدا بهذا الإنجاز الكبير مبسوطة بفرقتهم، فرحانة بهذا الجيل، الحقيقة الجيل بيحقق نجاحات ولا أروع بطولة غالية من بطولات النادي الأهلي، وزي ما بقول لحضراتكم البطولات كتيرة جدا جدا، ما شاء الله نمسك الخشب تد شهود بطولات النادي الأهلي مستمرة والأفراح دايما مستمرة، لكن الحقيقة كان البطولة دي يمكن على السوشيال ميديا وأنا متابع حضراتكم، الناس بتتكلم هل البطولة دي الأغلى، هل بطولة أبو تريكا الأغلى، هل بطولة الكابت محمود الخطيب في كوتوكو في سنة 82 هي الأغلى، الحقيقة كل البطولات غالية، وكل بطولة بيمر بيها النادي الأهلي، أو بيكسبها النادي الأهلي بيكون فيها تضحيات كبيرة جدا جدا، على مستوى هذه البطولة مرينا بظروف صعبة جدا، مرينا بمنحنيات على المستوى الفني على مستوى النتائج ولكن يبقى، يبقى النادي الأهلي يعني هو الممثل الأفضل لمصر على مستوى القارة الأفريقية وعلى مستوى بلدنا الصور لحضراتكم شايفينها دي وراها حاجات كتير جدا، جدا، آه الصورة معبرة والصورة جميلة لكن وراها صدقوني تعب كتير جدا، سواء من مجلس إدارة النادي الأهلي، سواء من اللاعبين، الأجهزة الفنية، الأجهزة الإدارية، الأجهزة الطبية ما فيش حد بيوصل لهذه النجاحات من فراغ يا جماعة، ولا بالحظ، ولا أطهر الطاهر، ولا مش عارف ايه كل ده كلام سوشيال ميديا لكن اللي بيوصل لمنصات التتويج بهذا العدد، بهذا الرقم، بهذا الإنجاز بيكون وراها ورشة عمل قوية جدا جدا، ملتزمة جدا جدا، وراها جماهير ولو جينا للجماهير الحقيقة، كل تحية للجماهير اللي كانت حضرة مباراة مبارح لأنه إحنا بنتفرج وإحنا بنتفرج كده على الشاشة كانت أجواء صعبة أجواء طبعا كلنا كنا متوقعينها، ضغوط جماهيرية كبيرة جدا جدا من فريق الوداد ولكن اللي فضل للآخر، اللي صوته كان عالي في الآخر، هو جماهير النادي الأهلي الحقيقة كان جماهير عظيمة، كل من ينتمي للنادي الأهلي كان فخور بهذه الجماهير اللي راحت وسندت وقدت الحقيقة ملحمة كبيرة جدا جدا من قبل المباراة الحقيقة جماهير كانت موجودة بشكل أكتر من رائع سواء حتى قبل بعثتنا متسافر أول ما البعثة وصلت للمغرب وكان في استقبالها عدد من الجماهير وهي دي جماهير النادي الأهلي الحقيقة دايما بقول اللعيبة بتتعب، اللعيبة بتضحي لكن صدقوني جماهير النادي الأهلي هي الحائط الصد الأول وهي فعلا يعني زي ما بتقوله الدينامو الفرحة والسعادة لحضراتكم شايفين الرجل حينط خلاص جوه الشاشة والسعادة بتوصل لجماهير النادي الأهلي شايفين ردود أفعال غير طبيعية ردود أفعال هو يعني لما يفرج على نفسه تاني يقول أنا عملت كده ازاي لكن هو ده حب النادي الأهلي حب النادي الأهلي ومع إحراز هدف غالي جدا جدا من نجمينها محمد عبد المنعم يعني أنا بصراحة يعني أنا سامع مصر تهزد والله يصدقوني مصر والصوت كان عالي جدا أول ما تجون جه في كل أنحاء مصر كان الصوت عالي حتى لو حد ما بيتفرجش علماتش يقولك الأهل جاب جول يعني حتى لو فيه ناس ما بتتفرجش هزت القاهرة ويعني مش قاهرة بس كل مصر الحقيقة كان فيه انفجار من الفرحة والسعادة أطفال كبار صغيرين كل من ينتمي وبيحب النادي الأهلي حضراتكم الردودة لأفعال دي هي دي فرحة الفوز يعني هي دي فرحة الفوز ولد صغير ينتمي للنادي الأهلي شاب متوسط العمر الراجل كبير ست بنت كل الناس الحقيقة كانوا سعادية جدا جدا بهذا الإنجاز إنجاز كبير يضاف لفرقتنا النادي الأهلي بيحصد بطولة طبعا بطولة كانت غالية جدا وزي ما بقول لحضراتكم بطولة صعبة مشوارها كان صعب الحقيقة يعني مشوار البطولة كان صعب مرينا بظروف صعبة جدا وزي ما بقول لحضراتكم التضحيات اللي أدها لعبة النادي الأهلي الحقيقة ومجلس الإدارة والتخطيط وعلى المستوى الإداري وعلى المستوى الفني عايزة أقف عند المستوى الفني لأن عندنا مدرب كبير الحقيقة عندنا مدرب كبير جدا وبيتسم بالهدوء يعني وسط حضراتكم شفت المباراة واللي كان متواجد كمان هناك في المغرب الأجواء كانت صعبة جدا لكن يبقى مارس الكولر مدرب عنده إمكانيات كبيرة جدا جدا يتسم بالهدوء ويتسم كمان بالتركيز وقدر الحقيقة بتغييراته الرائعة فيه خلال الشوت الثاني أنه هو يعني يدي أولوية للنادي الأهلي على المستوى الهجومي ويعني عندنا مدرب كويس عندنا ما شاء الله جماهير بالملايين عندنا إدارة وعية وحاوف عند كمان الإدارة الحقيقة كل الناس كانوا بتتكلم من شعارات النادي الأهلي والناس بتتكلم شعارات لا إحنا بنتكلم شعارات إحنا بنعمل ولا يعني إحنا بنقول وبنعمل اللي بنقوله وده النادي الأهلي النادي الأهلي عنده ثوابت يا جماعة على مستوى العصور على مستوى الأجيال السوابت دي ما بتتغيرش وزي ما بقول لحضراتكم ومش بالكلام ولكن بالأفعال لقطات في لحظة الفرح دايما لحظات الفرح بيظهر فيها معدن البطل يعني فيه ناس بتفرح وتلاقي الدنيا هاي جواوة وشغبطة ولغبطة وده بينزل وده بيطلع لا النادي الأهلي مختلف الحقيقة لحظة الفرح ولحظة كمان الحزن بتبين هذا النظام اللي ماشى عليه النادي الأهلي منذ سنين طويلة في لقطات صغيرة لقطة زي لقطة طبعا إن كابتن محمود الخطيب بيضع حسام غالي على منصة التتويج كرئيس للبعثة تخيل رئيس نادي بحجم